اغلبنا بياكل العسل الابيض اللي بينتجه النحل وبيعتبر العسل واحد من اكتر المنتجات الطبيعية اللي مليانة فواية كتيرة جدا لكن عمر حد فينا سأل نفسه ليه النحل بينتج عسل؟ طب هو بيستفيد ايه من انتاجه؟ وإيه اللي ممكن يحصل لو ما انترجهوش؟ طب هل النحل بيزعل لما بناخد العسل ده؟ في البداية النحل بينتج العسل ليه هو؟ الزبط زي ما سمعته ليه هو؟ مش ليه نحن خالص النحل بيعمل العسل علشان يضمن ان عنده مصدر غذائي قادر يتغذى عليه طول فترة الشتاء من غير ميبوز وده لان فترة الشتاء الملكة بتعمل بياد شتوي واغلب النحل الشغالة بيموت فاللي بيتفضل منهم بيعيشوا كافراد متفرقين فالعسل بيكون مخزون استراتيجي لان زي ما قلنا النحل مش بيقدر يخرج في فترة الشتاء بسبب البرد وتاني حاجة ان الزهور او الورد اللي النحل بيتغذى عليها اصلا ما بتتفتحش في فترة الشتاء حاجة تانية كمان اكل العسل بالنسبة للنحل بيكون مصدر للطاقة وده لان النحل بيبرد جدا لكن هو عنده دفاية طبيعية وهي الاجنحة عن طريق انه يرتجف وطبعا ده مجهود صعبة جدا ومحتاج طاقة كبيرة طب الطاقة دي هيجيبها منين؟ هيجيبها من العسل اللي هو بينتجه بنفسه والنفسه فبيقدر يحافظ عن طريق الارتجاف على درجة حرارة مناسبة داخل الخلية طيب معنى كده هل صح ان الانسان ياخد العسل من النحل؟ الاجابة صح لو خده في التوقيت المناسب اللي ما يضرش النحل واللي زي ما شفنا كده بيعتمد اعتماد كلي وجزئي على العسل طول فترة الشتاء فمثلا لو الانسان خد العسل في وقت الربيع او الصيف والزهور اللي هي للأكل المفضل بالنسبة للنحل متاحة وكمان النحل قادر يخرج من الخلية بتاعته فطبعا هيبقى الشيء رائع جدا ان احنا ناخد العسل ده علشان نفطر به الصبح او نحطه على البانكيك او ناكله مع الفطير او حتى مع شوية اشطأ طيب سؤال سريع جدا ايه هو العسل؟ العسل هو مادة سكرية بيصنعها النحل باستخدام الرحيق اللي بيجمعه من الظهور وبيخلط النحل الرحيق ده مع مادة خاصة بيفرزها اسمها انزيم النحل طيب سؤال تاني ليه فيه انواع مختلفة من العسل؟ السؤال ده اجابته بتعتمد على الظهرة اللي بيتغز عليها النحل وطبعا المكان اللي هو موجود فيه يعني مثلا عسل المناطق الجبلية زي ما احنا عارفين بيكون اغلى واحلى من عسل المناطق الزراعية او غير كده عسل زهرة البرسيم بيكون مختلفة عن عسل زهرة البرتقال فبالتالي بنلاقي ان انواع العسل كتير ومختلفة الجودة اخر سؤال في حلقتنا علشان اروح اكل العسل بتاعي هل كل انواع النحل بتعمل عسل؟ وهل اصلا كل انواع العسل ينفع الانسان ياكلها؟ ببساطة فيه انواع من النحل زي البمبلبيز او النحل الطنون النحل ده بيعمل نوع مختلف من العسل نوع بتاعه هو وبس وده لان مستعمرات النحل الطنون عمرها اقل من مستعمرات النحل العسل فهو بيعمل نوع من العسل بتاعه وبيستخدمه هو بس يعني باختصار مش كل انواع النحل بتقدر تنتج العسل بس نسبة كبيرة منهم بتنتجه ومش كل انواع العسل ينفع الانسان ياكلها في اخر الحلقة حب اوضح معلومة صغيرة خالص ان النحل مش هو الحشرة الوحيدة اللي بتقدر تعمل العسل اشتركوا في القناة